نظمت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني وقفة تضامنية حيث اجتمعوا الأعضاء والمتبرعين بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية أمام مقر الجمعية معبرين عن تضامنهم الكامل مع أهل غزة في هذه الفترة الحساسة وقفتنا اليوم وما تجود به أنفسكم لأن كل دعم يصل إلى أهله ومن خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والتي نعتبرها خير مؤتما على دعمكم فإنها لم تقصر بيوم من الأيام بأن تكون خير داعم لإخواننا وأهلنا في غزة ويكفي أننا نحن بالأردن هنا بلد المهاجرين والأنصار مؤسس جمعية المشتركين في قطاع الإسكان الأردني فواز الحسن أشار إلى أهمية دور المجتمع المدني في تقديم الدعم والمساعدة في هذه اللحظات الصعبة مؤكدا إلى أن هذه الوقفة تجسد التكافل الاجتماعي وروح المسؤولية المشتركة وإحنا وإنتوا هلأ بتشاهدوا الفيديوهات صار في نقلة أو صار في حملة بأوروبا وبأمريكا صاروا دوروا على الجوامع بدهم يسلموا لأنه بقول لك هدول المسلمين الوحدي فاقد أولادها أو فاقد مرته بتسألوا شو الوضع بقول لك الحمد لله فتعجبوا من هذا الدين السمح اللي إحنا نؤمن بالله وبخير وبالشر وكل ما يحصل لنا هو من أقدار الله إحنا بنتمنى لإخوانا النصر ونلتقي في يوم نصر وبفرحة كاملة وطبعا الجمعية عم تعمل حملة لجمع التبرعات لأهلنا في غزة إحنا بنتبرعهم لهم بالمال هم يتبرعوا في دمهم وأغلى ما فيه عند الإنسان هو الدم فاللي بتبرع في دمه شو ما قدمت له فبتشعر أنك مقصر المشاركون أكدوا على أهمية تكاتف الجهود في تخفيف معاناة المدنيين المتأثرين في غزة اليوم وقفتنا بجمعية قطاع الإسكان بالدعم إخواننا بغزة من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية وإحنا وقفين وقفة احترام لأهلنا وشهدائنا بغزة يعني إحنا اليوم نعتز بجمعية المستثبين قطاع الإسكان أعملنا لوقفة تضامنية مع أهلنا في فلسطين وفي قطاع غزة وأحنا معهم في هذا المصاب اللي هم واقعين فيه الآن والله ينصرهم إن شاء الله على العدو الصحيوني وإن شاء الله أنه فاله بالنجاح والنصر إن شاء الله وإحنا كلياتنا شو بنقدر نقدم من مال ومن أي شيء معين إحنا جاهزين فيها إن شاء الله إخواننا هناك بجاهده الجهاد بالمال والأنفس نحن لا نملك أن نجاهد بالأنفس ولكن أقلها هي فرصة عظيمة لنجاهد في المال وحق وواجب علينا إحنا إنه ندعم أشقائنا هناك أهل فلسطين ورحمه الله يرحم الشهداء والشفاء العاجل للمصابين والجرحة والنصر قادم إن شاء الله وهذا بعض الله أسوة بباقي النقابات والمؤسسات الرسمية والغير رسمية وكان هذا واجب علينا أن نقدم أقل ما يمكن من دعم ونصر لأهلنا في غزة فاليوم كان في وقفة تضامنية مع أهلنا في غزة دعونا لها الهيئة العامة لجمعية مستثمرين قطاع الإسكان الحمد لله لنا واجب عملناه وسنعمل دائما في نصرة أهلنا في غزة شلفات على روح الشهداء بغزة روصنا مطالبا المجتمع الدولي في الوقوف مع الحق وحماية المدنيين وحقوقهم إيمانا من عقيدتنا التي لا تعترف إلا بفلسطين وعاصمتها القدس الشريف لقد تصدر الأردن بمواقفه الملكية أولا ومن ثم الدبلوماسية التي أجرتها الحكومة المتضامنة مع القضية الفلسطينية شعبيا موقفا عظيما سطر سطرا جديدا في سجلات الشرف والدفاع عن القضية الفلسطينية أم القضايا وأولها فهذا هو الأردن كما عرفناه وتربينا فيه عاش الأردن وعاشت فلسطين حرى أبية من النهر إلى البحر وتأتي هذه الوقفة في إطار الجهود المستمرة لدعم القضايا الإنسانية في غزة وتحقيق التواصل الاجتماعي الفعالة راشد المعيطة الحقيقة دولية